عربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والمصابين نتيجة سقوط حافلة وانفجارها من جسر بشمال مدينة بيلا في إقليم بلوشستان وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين وكانت الحافلة تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره وقتل في الحادث 41 شخصا